بعيز الزوفة فارس ان التصريحات زي دي ممكن اصلا تشعل حماس لعيب الوداد فانت لو بتطلق تصريح زي ده فالتصريح ده مش هيخدم النادي الاهل يا كابتن رضا لان في النهاية حاجات زي دي بترفع الروح المعنوية عند لعيب الوداد فييجوا يلعبوا بغير لا اكتر طب ليه طب يعني ده احنا عندنا موسيماني ملك الحروب النفسية دي فطبعا بأكد على كلام فارس كل التأدير لفريق الوداد وطبعا بنأكد على رسالتنا اننا لسه لم نحسم الصعود والصعود ان شاء الله في مباراة يوم الجمعة القادم مش بس كده البعض كمان قلل من فريق الوداد لحساب فريق الرضاق وبرضو عشان خاطر فكرة ان النادي الاهلي فاز او انتصل اتنين سف نطلع نشوف التصريح ده ونرجع نعنق عايز ارد على جزياني الاهلي هو الافضل على الاطلاق لما هو قال طبعا نوجة نظر انا مش مختلف فيها ان الفريق الاهلي كان فريق كويس جدا وحاجة مشرفة لمصر ويكسب اتنين سفر في الدار البيضة دي حاجة محترمة جدا كلنا يعني مبسوطين بيها لكن الاهلي ما كانش عنده منافس زي منافسة زمانك الوداد ما كانش موجود في الملعب مع احترام الشديد فمقدر شائيس مستوى الاهلي واقول انه كان الافضل على الاطلاق وخبراء الكرة في المغرب بيقولوا انه هو الافضل على الاطلاق وهو قصم امام منافس كلنا شفناه ما كانش موجود بدليل ان الاهلي طول المباراة طول التسعين دية هو المتفوق ما كانش فيه منافس وعلى ارضه فبالتالي ما قدر شائيس قوة الاهلي في هذه المباراة انا وجهة نظرية لكن الزمانك على الجانب الاخر الزمانك كان الشرط الاول فريق الرجاء غير موجود نفس اللي ينطبق على الوداد ينطبق على الرجاء في الشرط الاول لكن الرجاء رجع تاني في الشرط التاني ادانا امارة انه لها فريق كبير وانه فريق كويس وعنده كورة وعندها جماعة وبدأ يبادل الزمانك فبالتالي المنافس بتاعت زمانك مختلف تماما عن منافس الاهلي هو واضح ان الاساس عمر الدرديني مش واخد الفكرة اصلا بمتابعات خالص لان هو لو متابع كان يبقى عارف ان دي اتين فقط لغير حسموا الدوري المغربي لصالح الرجاء بعدما كان الوداد خلاص حاطت ايده على الدرع الدوري المغربي وده ما ينفعش ان اقلل منه الاهم من كل ده فريق الوداد عنده خبرات افريقية او لعبين عندهم خبرات افريقية ربما لا تتواجد في فريق الرجاء فريق الوداد حصل لبطولة 2017 وكان فيه مشكلة في بطولة 2018 وقصة الترجي واتحكم الموضوع لصالح الترجي ففريق اصلا خبراته الافريقية موجودة لعيب زي اسماعيل الحداد لعيب زي ابراهيم النقاش كل اللعيبة دي تزوقت طعم الفوز بطولة افريقيا فاعتقد ما كانش حاسم الامور او ما كانش متابع الدوري المغربي والعارف بدا قوة فريق الوداد اللي كان في دقيقة واحدة كان ممكن يكون بطل الدوري لولا احراز فريق الرجاء لهدف في الديها 90 وده طبعا برضو اخفلت نقطة قوة النادي الاهل ما هو مش شرط ان انا فريق الوداد ما ازهرش بشكله القوي يبقى ده معناه انه فريق ضعيف لا وارد جدا يكون معناه ان الفريق اللي قدامه فريق قوي قدر يلعب على مفاتيح اللعبة عنده قويس قدر يحجمه داخل المباراة مش كده بس يا اسام عمر الدرديري عنده منهج واضح جدا طول مباريات الدوري مع فيلر رجع تصرحاته كان دايما بيتكلم ان الدوري مش مقياس النادي الاهلي في افريقيا غير الدوري لما جيت في اختبار زي سان داونز فريق من افضل الفرق في افريقيا كانت على مستوى السرعة وكل المقاومات الهجومية قدرت اتعدي لما جيت بتلاعب الوداد ده موانت لما عديت اتقالك اتفاق مسلماني ده هنا بعد الوقت كلام مختلف تماما بيقولك اصلي مش الوداد انا مقدر شئيس عليه مستوى النادي الاهل لو لعبت ريال مدريد في النهائي هقولك انا مقدر شئيس اصلي الريال مدريد في الفترة دي عنده مشاكل من زيدان تدريبية وبتاعة استاذ عمر الدرديري عنده توجه واضح وبنشوفه في منبر اخر اعلامي بيكون رأيه ايه انا استغرابي وده حقه اصيل كابتن سيف زاهر يستضيف من يستضيف وانا كما بيشوف حد دايما بيتعامل مع النادي الاهلي بالشكل ده ودايما تصرحته سلبية عن النادي الاهلي فكرة ان انا جيبه او اسأله اسئلة فيما يخص النادي الاهلي حقك يا كابتن سيف بس اعتقد ان كمان لازم تبعارف ان الاجابة مسبقا هتكون بالشكل اللي كل مرة بنسمعه ده من نفس الضيف اللي فعلا عنده مشكلة حقيقية مع النادي الاهلي طب انا وارد اصلا عايز اسمع ده منه دي وجهة نظر تانية وللأسف مش عايز افتغل موسيقى Esther المترجمـ